اشتركوا في القناة وبالتعاون مع معهد الدراسات العربية والإسلامية في جامعة إكستر بالمملكة المتحدة ويشارك فيه نخبة من المتحدثين والمتخصصين الرواد في مجالاتهم من مختلف دول العالم وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور سلمان المحاري مدير إدارة الأثار والمتاحف بهيئة البحرين للثقافة والأثار أهلا بك يا دكتور في النشرة الثقافية وهل لك أن تطلعنا عن أهمية عقد هذا المؤتمر في مملكة البحرين وما هي أهدافه؟ طبعاً إنعقاد هذه المؤتمر مؤتمر التراث الأثاري لتقنيات الري وإدارة المياه في العالم الإسلامي في هذا الوقت بالتحديد في مملكة البحرين وبرعاية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حباً الله وبتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والأثار حقيقة له أهمية من ناحية الأثرية والبيئية نحن في مملكة البحرين خلال الأعوام الماضية جرينا العديد من الدراسات والتنقيبات والاكتشافات الأثرية المتعلقة بالمنشآت الأثرية المائية مثل قنوات الري والبيرك والسدود المستخدمة في تجميع مياه الأنطار والعيون الطبيعية أيضاً الموجودة في البحر والبر هاي الاكتشافات والدراسات المهمة اللي حصلت في البحرين خلال هاي العوام الماضية نحتاج إلى المزيد من الدراسات المقارنة نحتاج نقارنها مع اكتشافات أثرية أخرى في العالم في مواقع أخرى موجودة في مختلف دول العالم واللي ترجع بالتحديد إلى فترة الحضارة الإسلامية فنحن هنا الآن قدنا فرصة جيدة وممتازة لنجتمع كلنا مع هؤلاء العلماء والمختصين لنتبادل معهم المعارف بما يفيد في فهم أكبر لما عثرنا عليه في مملكة البحرين أما من ناحية البيئية نحن نعرف أن العالم الآن يواجه ظروف قاسية نتيجة للتغيرات المناخية بعض المناطق تتعرض للجساف نتيجة لشح الأمطار مناطق أخرى تتعرض للفيضانات والسيول نتيجة للهطور القوي لمياه الأمطار فلعلنا هنا من خلال جلسات هذا المؤتمر نستطيع أن نستفيد من تجارب الأوائل والمجتمعات القديمة في كيفية إدارتها للموارد المائية خلال القرون الماضية نعم دكتور سلمان ما هي طبيعة الأوراق العلمية التي سيتم تقديمها في هذا المؤتمر يشارك في المؤتمر علماء أثار ضليعين بهذا المجال وهي المنشآت المائية الأسامية من مختلف دول العالم وراح يقدمون أبحاث وأوراق علمية متعمقة يعني ستصل مدة كل مداخلة تقريبا لأربعين دقيقة من مختلف دول العالم من الخليج العربي من البحرين السعودية وعمان من المنطقة العربية من أوروبا ومن آسيا ومن أفريقيا فراح يتماولون طرق إدارة هذه الموارد المائية بحسب هذه المناطق لنستفيد من هذه التجارب نعم الدكتور سلمان المحاري مدير إدارة الأثار والمتاحف بهيئة البحرين للثقافة والأثار شكرا جزيلا لك طل الشاعر والرواء العماني زهران القاسمي في أمسية شعرية عنوانها قصائد حجرية أثر فيها مختارات من تجربته الثنائية المتعددة الدلالات شعرا وسردا عبر مفردات لغوية مكثفة تأتي من الموروث الثقافي العماني وتمتد إلى فلسفة خاصة يتكو عليها الشاعر في نصوصه وذلك ضمن الموسم الثقافي غدرنا أن نغرق في تفاؤلنا في بيت الشاعر في بيت إبراهيم العريض تستعد مساحة الرواق للفنون بجدول فعاليات حافل لطوال شهر يناير من مبدأ التزامها بالفنون والثقافة والحفاظ على التزامها بتنمية وتعزيز المشهد الثقافي بتوفير بيئة شاملة وحيوية للفن المعاصر في مملكة البحرين من خلال المعارض والإقامات الفنية والبرامج التعليمية موسيقى 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 أعلن مجمع الملك سلمان العالمي لللغة العربية بالمملكة العربية السعودية إطلاق منصة فلك للمدونات اللغوية لخدمة الباحثين والمهتمين بالمجالات اللغوية والاجتماعية وغيرها ومساعدتهم في استكشاف الظواهر اللغوية والاجتماعية والإنسانية المتعلقة بالظاهرة اللغوية ورصدها ودراستها وتحليلها ويهدف المجمع من إطلاق منصة فلك إلى تمكين خبراء الذكاء الاصطناعي من خدمة اللغة العربية بإتاحة البيانات اللغوية اللازمة ذات الجودة العالية وتيسير عمليات توسيم البيانات اللغوية وتمكين الشغوفين باللغة العربية من العمل الجماعي في خدمة حوسبة اللغة العربية فضلا عن تعزيز المرجعية العلمية للبيانات اللغوية العربية الموثوق بها تعتبر الإبل رمزا حضاريا وثقافيا في المملكة العربية السعودية وهي جزء هام من الهوية الوطنية للمملكة وتمتلك مكانة مهمة في التراث السعودي لذا يعكس تخصيص عام 2024 عاما للإبل الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لحماية وتطوير تربية الإبل وتعريف الأجيال القادمة بأهميتها ودورها التاريخي والثقافي في حياة السعوديين امتدت علاقة الإبل الأزلية بأبناء الخليج العربية عبر العصور المختلفة وصولا إلى عهد الدولة السعودية حيث كان للإبل دور كبير في توحيد البلاد على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله من خلال نقل العتاد والرجال في بيئة صحراوية قاحلة تمتد أطرافها على مساحات كبيرة من الرمال والظروف المناخية القاسية واستمر ذلك النهج بالاهتمام بهذا الموروث الحضاري في عهد أبنائه وقد شهدت عهودهم اهتماما متميزا بالإبل وما يتعلق بها وكذلك إقامة سباقات الهجن مثل مهرجان الجنادرية الذي بدأ بسباق الهجن ثم تطور إلى عرض للموروث الشعبي السعودي واستكمالا لجهود القيادة السعودية الرشيدة في الحفاظ على موروث المملكة الأصيل وتشجيع أهل الإبل ودعمهم للتمسك بموروثهم العريق تم إنشاء ناد مختص للإبل وخلال العام الجاري وافق مجلس الوزراء السعودي على النظام الأساسي للمنظمة الدولية للإبل بالإضافة إلى اعتماد تسمية عام 2024 بعام الإبل تأكيدا على مدى اهتمام المملكة بالإبل كونها رمزا ثقافيا مميزا يجسد تراث وموروث المملكة العربية السعودية أعلنت إدارة متحف مستشفى السانجان في مدينة بروج البلجيكية عن فتح المتحف من جديد أمام الجمهور بعد إغلاق دام لسنة كاملة لغرض الترميم ويضم المتحف العديد من اللوحات التي تحكي قصصا تاريخية وعالمية في آن واحد حول الرعاية والتعاطف والضيافة وتضفي اللوحات على المكان مزيدا من الحرارة والشعور بالارتياح وتشمل فضاءات العرض جانبا مخصصا للتقنيات الجديدة من خلال شاشات تفاعلية وفيديوهات وشهادات تسمح للزوار باكتشاف تاريخ الموقع الاستشفائي القديم اشتركوا في القناة